ثانية هو ما ذكرها وبنى عليها النتيجة وهي أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين هذه مقدمة ثانية فاسدة فبالتالي النتيجة أنا خير منه نتيجة فاسدة هكذا يجب أن تكون عبارة الشايفين هلأ الشموسي عم يبيلكم كيف خلاص هذه قضية المقدمات المغالطات المنطقية هذه الأمر تجاوزها اللي عم يفرجيكم كيف ترتب المقدمات المنطقية بحيث أنه تنتج معك وإذا كان في مقدمات محزوفة طالعة كان نازع كانوا أول شيء نازعوا الحزف في الكلام العربي هلأ صار يعني يقولوا بالحزف في المقدمات المنطقية يعني صار يسلموا حتى بالحزف في المنطق مش باللغة العربي يعني نقلي 360 درجة عند الشموسي هذي هذي من وين بتشوفوها غير عن الشموسي هذي البهلوانيات هاي سمعوا خلقتني من نار وخلقته من طين والمخلوق من نار أغضل من المخلوق من طين وهذا يترتب عليه أنني خير منه لكن المقدمة الثانية التي لم يذكرها الخبيث كانت مقدمة فاسدة عرفت؟ هاته لا يجب أن تنتبه عرفتم هاي تاني مرة هذي للمرة الثانية بيقولك يجب أن تنتبه على المقدمات المحزوفة المقدمات المنطقية مقدمة أولى ومقدمة ثانية حتى ينتج معك القياس الحملي لأنه القياس الحملي بالنديجي له مقدمات له شروط عفوا كما ذكر في السلم وللمقدمات أشكالهم فقط بعدما يذكر أربعة بحسب الحد الوسط حملهم بصغرة ووضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرأ بعدما يذكر الأشكال الأربعة بيقول ورابعة الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول يعني الشكل الأول يشترط فيه شروط فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كلية كبراه والثاني الشكل الثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع وهكذا طيب عرفتم صار هذه تعلم هذه وجوبا وهذا لتعلم كتاب الله آخر شي أقوله قبل أن ننتقل إلى الشفاء هذا المثال مثال خلقتني من من أين أتيت به يا شمو يا شمو ستنة هذا الشغلة كلها قال طيب بلا نشوف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله والصحبين وعلى بعد إخواني الكرام لاحظوا هذا المثال الذي ضربه على لسان إبليس خلقتني من نال وخلقته من طين هذا أصله للإمام الرازي فخد الدين الرازي في تفسيره ذكر هذا المثال وأخذه عنه ابن القيم دون أن يشير إليه على الأغلب أخذه منه لأنه الإمام الرازي يقول في تفسيره إن إبليس قال إنما أسجد عند هذه الآية خلقتني من نار وخلقتني من طين هنا يبين كيف أنه بنى بنى عليه على مقدمة على هذه المقدمة المنطقية بنى أو استنبط إبليس أو يعني أتى بهذه قضية أنه أنا خير منه إن إبليس شوف كيف بأصار إن إبليس قال إنما أسجد لآدم لأني خير منه ومن كان خيرا خيرا من غيره فإنه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدوان ثم بيّن شعر إمام رازي ماذا يقول ثم بيّن المقدمة الأولى وهو قوله أنا خير منه بأن قال خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أفضل من الطين والمخلوق من الأفضل أفضل المخلوق من الأفضل يكون أفضل يعني إذا كانت مادته المخلوق منها أفضل وهي النار تكون أفضل يكون هو المخلوق منها إذا ما طالما مخلوق من مادة فضلة فيكون ما خلق منها أفضل قال موجبا كون إبليس خيرا من آدم ابن القيم هذا كلام رازي ابن القيم أخذ هذا كلام وصاغه من جديد وقال من ضمن مقال هذا قياس لما قال أنه 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 إبليس استخدم هذا القياس الحملي اللي هو أحد مقدماته أنا خير منه خلقتني من أخوة طمطي قال ابن القيم هذا قياس حملي حذفت إحدى مقدماته طبعا القياس الحملي الذي ذكره المذكور في السلم ثم القضايا عندهم قسماني شرطية حملية والثاني أنه قياس الحملي كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا وراء وأربع أقسام حيث جرحنا يعني بدأنا في برنامج سنع الطالب العلم بشرح هذه هذه المنظومة يعني لم ننضي فيها مجالس كثيرة لكن يعني خذنا بعض المجالس في هذا وشرحنا بعض هذه الأمور بالمناسبة هنا في شيء محذوف أنت تقول مقدمة محذوف فهي صحيح لكن هو هذا القياس من أي نوع هذا الذي ذكره من أي شكل مقلنا للأشكال الأشكال في المنطق أربعة كما ذكره في السلم وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط حمل بصغرة ووضعه بكبرى حمل بصغرة ووضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرأ وحمله في الثاني وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالثا ألف من أي هذا القياس الذي عمله إبليس من أي شكل من الأول أم الثاني أم الثالث أم من الرابع اكتب لي يا شاموسي في التعليقات بس بدون ما تغش اكتب لي لشوفك تعلمت المنطق النية ولا لسا لسا عكتري في طيب هذا هذا شيء الشيء التاني نرجع إلى قضية الأمثل التي ضربها الشاموسي في الأمثل التي ضربها على المصادر على المطلوب لما قال وهو في الواقع هي نفس الأمثل التي ضربها للطرفة يعني وللمفارقة هي نفسها فيها مصادر على المطلوب لأنه مثلا لما قال أن الجهم يقول الله ليس في جهة يقول لك الشاموسي وهذا مصادر على المطلوب لأننا نحن نقول الله في العلو والعلو جهة هذه قضيت العلو جهة الله في العلو صحيح في القرآن أهم وعلي العظيم. طيب اما العلوجه هذه مصادرة مطلوب. وهذا من كيسة. والعلوجه اذا كان العلوج حسي اذا كان العلوج حسيا ايه صحيح هذه مصادرة مطلوب. وهذه مغالطة نفسه هذه مغالطة. اما اذا كان العلوج معنوي هذا ليس في جهة ان فرعون على في الارض ليس علوه علوه حسي العلو معنوي وأنتم الأعلوم وأنا كما قلت لكم عملت استقراء في العلو في القرآن الآن أأتيكم بمورده 80% ولكن ليس علو جهة ولا علو حسي علو معنوي بمعنى الرفعة والتجبر أو بمعنى التكبر يعني يأتي العلو بمعنى مزمون من البشر يعني التكبر والتجبر أو بمعنى الرفعة والعلو والبكاة طيب لما تكلم أيضا ضرب مثال على قضية أنه الله أنه هذه مغالطة الله لا يحتاج الله ليس في السماء لأنه لا يحتاج إلى مكان أو ليس على العرش لأنه لا يحتاج إلى مكان فقال من ألكم أنه إذا كان العرش يحتاج إلى مكان عرفتم طيب بس أنت بتقول إذا ما كان العرش إما يكون معدوم أو مختلط بخلقه وبالتالي لما بتقول غني عن العرش غير صحيح كلامك غني على العرش في حال صححت وجوده بدون عرش بدون سماء وبدون أرض صححت وجوده قبل وجود الخلق أصلا لكن أنت تقول لا لا مستحيل أن يوجد بدون جهة بدون مكان يعني بدون مستحيل إلا ويكون إما فوق العرش أو تحت العرش وتحت العرش هذا نقص عندك فإذا فوق العرش وهذا كمان له إذا ما واللجنة دائمة سئلت قال أين مكان الله؟ مكان الله قال فوق العرش كمان قال أنه هون يقولون الله ليس له حرف وصوت لأنه ليس له حنجرة فقال أنه هذا مصادر على المطلوب هو ممكن أن يقول له حرف وصوته دون أن يقول له لاحظوا أخوان كرام نأتي إلى التوثيق لاحظوا هذا هو المثال الذي سرقه الشموسي هو موجود فيه تجده في مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الذي اختصرها ابن الموصلي كما هنا وموجود الأصل في تفسير الرازي لاحظ الرازي رحمه الله ماذا يقول اعلم أن قوله تعالى ما منعك ألا تسجد طلب الداعي الذي دعاه إلى ترك السجود فحكى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الداعي أنه ما الداعي الذي منعه من السجود وهو أنه قال أنا خير منه خلقتني منه وخلقته منطين يفسر هذا الكلام يقول لك ومعناه إن إبليس قال إنما لم أسجد لآذما لأنني خير منه ومن كان خيرا من غيره فإنه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدوان طيب كيف هذا بيقول لك ثم بيّن المقدم الأولى وهو قوله أنا خير منه طيب كيف برا عليك قال بأن قال خلقتني من نار وخلقته من طين تكملت الكلام قال والنار شبه أفضل من الطين والمخلوق من الأفضل أفضل فوجب كون إبليس خيرا من آدم وبعد ذلك أما بيان أن النار أفضل من الطين فلأن النار مشرق علوي لطيف خفيف حار يابس إلى آخر الكلام هذا هو في تفسير الكبير لإمام الرازي شوف هون في مختصر الصواعق هذا بيجيبه كمثال على معارضة الوحي بالعقل بقول لك هذا ميراث الشيخ أبي مرة يعني هذا لقب إبليس لحظ كنية إبليس فهو أول بقى المفروض من عارض السمع بالعقل وقدمه فإنه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي يعني شوف هذا الشموسي لا يعلم أنه من بركة العلم عزوه إلى أهله يعني أنت الآن لطشت هذا المثال ما بدك تقوله من أين جبتوه ما بدك تقول لهذا أنت تفكر أنه خلص هذا بتقول لأتباعك أنه هذا فيه بمشان يصفقه لك وأنه على أساس هذا من عندك من جهدك شوف يعني الشموسي إما يغضوا من هون من المختصر الصواعق ومختصر الصواعق طبعا سبقه إلي على الأقل من أقول سبقه إلي الرازي في هذا الكلام كما قرأنا يعني شوف يقول لك هذا قياس شوف فإنه سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره يعني عارض إبليس أمره أمر الله بقياس عقلي مركب من مقدمتين لاحظ ميش مقدمتين جمليتين حمليتين المفروض إحداهما قوله أنا خير منه فهذه هي الصغرى والكبرى محذوفة شايفين والكبرى محذوفة وتقديرها تقديرها الفاضل لا يسجده للمفضول هو هذا ابن القيم نفسه اللي أنا أقول لك في شيء محذوف يعني أقدر شيء محذوف في القرآن هو نفسه الذي أقام الدنيا وما أقعدها على من يقول أن في القرآن شيء محذوف أو في مجاز أو شيء مثل وأسأل القرية وأسأل القرية بيقول لك هذه ما فيها شيء محذوف أنه قالوا أسأل القرية أهلها فقال لا لأن القرية لا تسأل أحجارها وكذا قال لا تسألها راح عارض طبعا تبع لابن تأمين قال لك إما هي القرية تطلق على أهل القرية يعني قدر مجاز فالآن أريكم إذا كان وجد وقت أريكم قلامه طيب لا حسن مع أن هذه وسائل القرية هذه تقدير الكلمة أهل فيها من عهد سيبويه ثم الشافع أنا عملت استقراء يعني ما لا يحصى من أهل اللغة وأهل التفسير قدروا كلمة أهلونا وليس جاء ابن القيم تبع لابن تأمين قال لا لا ما في تقديرهم هو نفسه وطبعا ليش ضد التقديم شاء ما يجي واحد يقول له ينزل ربنا تنزل رحمته وجاء ربك وجاء أمره مع أنه أني أصلا لا يمنع هذا الكلام أنه هذا مجاز أو هذا تعطيلي صفات له مع أنه ونفسهم وهو معكم إينا ما كنتم قالوا يعني علمه ليش أم بجوز وأم بجوز عرفتم فهذا أنا رح يقول لك بالسياق كمان السياق هناك موجود كمان في القضية المجيء وغيره طيب كما بسطنا في موضوع آخر فهذه هي الصورة والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد المفضول وذلك سند المقدمة الأولى نفس المقدمة نفس الشوك المتسند هذه تستخدم في علم المناظرة سند الدليل عن المقدمة الأولى لاحظ وهو أيضا قياس حملي حذف إحدى مقدمتي اللي إياه فقال خلقتني من نار وخلقته من طي والمقدمة الثانية كلها معلولة أي ومن خلق من نار خلق ومن خلق من نار خير ممن خلق من طين وهذا نفسه هو الكلام الذي قبل لاحظ والنار شوف أفضل من الطين والمخلوق من الأفضل أفضل لاحظتم فهذا هون المثال المسروق يعني الإسرار قوس الشموس نأتي إلى قضية لاحظ أنه لما ذكر قضية أنه في مغالطة بقضية أنه لما يقول أنه الله غني عن المكان لا يحتاج إلى مكان وبالتالي هو ليس في السماء وليس على العرش يقول لك هذه مغالطة لأنه هو قونه على العرش لا يستلزم أنه محتاج إلى العرش لكن إنت تقول شوف أو تقول أنه ما ليس في جهة فهو معدوم وإذاك أنت تقول يجب أن يكون في العلو أول شيء لأنه أشرف ثاني شيء إذا ما كان في العلو إذا هو إما معدوم أو سيكون في جهة أدوان لأنه ما لا يكون فوق فوق شيء أصلا ولا في شيء من جهاته الست ولا داخل العالم ولا غارجي ولا يشار إلي لا يكون إلا معدومة شوف يعني أنت جعلت شرط وجود الله أنه يكون في جهة من جهة العالم ما لا يكون في جهة لا يكون إلا معدومة طيب وقبل وجود هذه الجهة كلها ماذا سيكون الأمر هنا سيتخبطون بعد حتى هنا الوهابي بعض الوهابي يقول لك ما في دليل على أن الله خالق المكان شوف 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 لم يرد أن الله ذكر أنه خالق المكان لحظتم فهذه هذه النقاشات أنه لحظ أنه صاروا ينازعوا بأنه قضيتها للمكان مخلوق الله يقول لك الله خالق كل شيء لحظتم وهي هنا اعتراف أنه لفظ المكان يتوقف في إطلاقي على الله لأنه لم يرد فيه النص لحظتم لاحظ هذا اعتراف تاني شوف يقول لك قول القائل إن قول هؤلاء الحلولية لاحظ الذين يقولون الله في كل مكان خيروا من قول أولئك المعطلة الذين يقولون لا داخل عالم ولا خرجوا لا داخل عالم ولا خرجوا لأنه هذا يقول لك شوف أولئك يعبدون عدما لاحظ متكلمة الجميع لا يعبدون شيئا ومتعبدة الجميع يعبدون كل شيء لاحظ أنه تقول لا داخل ولا خرج إذن تعبدوا عدما إذن يجب أن يكون داخل أو خارج حتى يوجد إذن وجود الله أنت مرتبط عندك بالعالم شوف نحن نقول هذا العالم العالم وجوده مرتبط بالله يعني لو لا وجود لو لا أن الله أوجده ولا ما وجد أن يبيعكس القضية إذا ما إذا ما بيكون في جهة من العالم وبالتالي إذا ما يكون موجود العالم الله ليس بموجود خبط عجيب لاحظوا هذا مقال أنا كتبته استقرأت في مواطن علو لأنه واني بن القيم بيقول لك إنه وهو معكم إنما كنتم هذه معا ليست تقتضي الاختلاط كذا أو إلى آخر فأنا تقول له أيضا العلو لا يقتضي الجهة بدل يشوف كل هذه الآيات ولو المثل الأعلى إنه من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين عاليا يعني جبارا لاحظ لاحظوا هنا وليتبروا ولاحظ ما علوا أي ما غلبوا شوف وهذه كل آيات أنا جبت شوف واستيقانت أفسهم ظلما وعلوا وعلوا